نساء الخير على كل اللي بيتابعونا من خلال منصاتنا الإلكترونية زي صفحة وزارة الصحة والسكان الرسمية وصفحة المتحدث الرسمي الحقيقة إنه مواجهة مصر الفيروس كورونا المستجد لم يكن وليد اللحظة بل كان بتخطيط علمي مصبت جعل التجربة المصرية فريدة يقتضي بها دول العالم اسمحولي أرحب بضفتي المميزة معالي الوزيرة الدكتورة هالي زايد وزيرة الصحة والسكان معالي الوزيرة برحب حضرتك أهلا بي في البداية يا فندم يعني وإحنا شاهدنا مع حضرتك الوبينار الخاص بالتجربة المصرية للتصدي الفيروس كورونا بالمشاركة مع الجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن حدثينا يا فندم عن كيف استطاعت مصر مواجهة فيروس كورونا المستجد الحقيقة الوبينار ده فيه أكتر من عشر تلاف مشارك من كل أنحاء العالم الوبينار نظمته اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في وزارة الصحة هي لجنة شكلناها من أول يوم بقرار وزاري تضم أساسة طب الأمراض الصدرية في الجامعات المصرية استشاريين الأمراض الصدرية والأشعة والتحليل في وزارة الصحة هي لجنة مميزة جداً هي اللي عملت بروتوكول العلاج مع الجامعية المصرية للأمراض الصدرية في وجود الشخصية الفريدة الأستاذ دكتور محمد عودتاج الدين هو أساساً أستاذ أمراض صدرية طبعاً وزير الصحة الأسبق ومستشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشؤون الصحية الجامعة ده بيعرض التجربة وبيوثق للتجربة العلمية على مستوى العالم كل العالم مشارك لأن الحمد لله بروتوكول العلاج المصري المحدث واللي نزل منه كذا تحديث كان من أهم البروتوكولات اللي كان لها نتائج علمية كبيرة جداً وكان للعلماء المصريين عندنا يعني بعد كبير جداً في وضع بروتوكولات قدت لارتفاع النسب الشفاء عندنا بشكل ملحوظ نقدر نقول يا فندم يعني ما هي الأركان التي اعتمدت عليها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا الاستعدادات جايت مبكرة جداً والحقيقة الاستعداد الأمثل كان هي مبادرات الصحة العامة وعلى رأسها 100 مليون صحة سواء كانت الإخلاق مصري من فيروسي أو سرطان السادي أو قوائم الانتصار كل دي أهلت صحة المواطن لمجابهة هذا التحدي من الفيروسات ثم الاستعداد المبكر جداً في شهر يناير وعدها خطة والتحفز والترقب والترصد زائد اللجنة العلمية وطبعاً الدور الأصيل لغرفة الأزمات بقيادة الدكتور محمد حسني المساعد وزير الصحة والدور التنفيذي على الأرض لوكلاء الوزارة ومدرين المدريات ورؤساء الهيئات والأطقم الطبية كل دي أهلت طبعاً القيادة السياسية ودعمها الشديد وحرصها على المتابعة الدقوبة لهذا النوع من الجوائح والدعم للقطع الصحي سواء كانت عام مادي أو معنوي دولة رئيس مجلس الوزراء في لجنة الأزمات ولجنة الطبية والحقيقة مصر عملت نموذج كبير جداً لقيادة وإدارة مثل هذه الجوائح أدى لانخفاض الأعداد الحمد لله ونتمنى أن المواطني يبقي على الإجراءات الاحترازية بكل شدتها علشان نتجاوز الفترة الجاية حضرتك كثيراً ما تتحدثي عن دعم القيادة السياسية ننظر نقول يا فندم يعني ماذا قدمت القيادة السياسية والدعم السياسي لوزارة الصحة والسكان في مواجهتها الفيروس كرون الحقيقة دعم القيادة السياسية من أول يوم سواء كان التأكد من أن احنا عاملين استعداداتنا بشكل كبير الدعم المادي من خلال تخصيص كثير من المليارات الحقيقة كان فيه 100 مليار جزء منهم كبير جزء مش قليل للقطع الصحي الدعم إن فيه لجنة أزمات ولجنة طبية منعقدة بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء بشكل دائم العمل مع الوزراء والشركاء كل الوزراء اشتغلنا مع كل الوزراء الحقيقة اشتغلنا كلنا في إدارة الأزمة الشركاء منظمة الصحة العالمية طبعا مش عايز ننسى القطاع الخاص ودوره يعني رجال أعمال متبرعين ودورهم الكبير جداً اللي خفف كثير من الأزمة تبني السيادة الرئيس لهذا الملاف بشكل مباشر ودعمه للأطقم الطبية في كل حديثه زائد الدعم اللي أنا قلت لحضرتك عليه خلى أحدث الفرق على مستوى العالم مش بس على مستوى ضرة الأزمة داخلية على ذاكرة يا فندم منظمة الصحة العالمية يعني نقدر نقول الدور اللي قامت بيه والدعم اللي قدمته لمصر في مواجهة الفيروس الحقيقة المنظمة كانت ومازالت شريك أصيل في تقديم الخدمات الطبية معنا بشكل يعني هي كانت دعمانة في المبادرات الرئاسية ودعمتنا من أول يوم في هذه الجائحة من خلال الكتابات الاسترشادية اللي قاعدنا نشتغل عليها جابونا خبراء عملنا مع بعض الجايدلاينز بتاعة مصر وعايزة أذكر أن أول تحليل بي سي آر وأول لبس وقائي جبنا للمصر في هذه الجائحة كانت تبرع من معظمة الصحة العالمية وإمداد فوري وكنا من أول دول العالم اللي جالها هذه في شهر يناير اللي جالها هذه الإمدادات كانت لسه اختراع هذه النوع من الكواشف لهذا الفيروس كانت لسه ما بقلهاش أيام معدودة لما المنظمة أمدتنا وخدت بعض الخبراء عندنا دربتهم خارج مصر في شهر يناير وفبراير على استخدام هذه الكواشف كانوا معنا ومازالوا على الأرض وجابونا كذا بعض التقاصي تقيمنا وتقولنا إذا كان فيه أي أخطاء ممكن نشتغل عليها فدور منظمة الصحة العالمية دور أصيل في المنظومة الصحية على مدى السنتين اللي فاتوا الحقيقة حضرتك ليكي جوالات كثيرة جدا في موضوع لقاح ضد فيروس كورونا ويعني مدى جاهزية مصنعنا في إنتاج اللقاح كمان حضرتك المباحثات التي تمت مع دول العالم بخصوص إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا موقف مصر الحالي يا فاندم من إنتاج اللقاح إحنا موقفنا متقدم جدا إحنا ماشيين مع العالم في ست لقاحات دخلوا في المراحل السريرية المرحلة الثالثة إحنا شغالين مع الستة ما بين إن إحنا محضرين مصنع ستين في فاكسيرا لإنتاج اللقاحات فورا إقرارها في أحد الشركات الصينية العملاقة والليها مجال كبير في صناعة اللقاحات والأمصال مجرد إنها يتم إقراره في المرحلة الثالثة إحنا مستعدين للتصنيع حجزنا حساتنا من ضمن أربع دول في العالم في المنطقة وفي المنطقة اللي تم الموافقة عليها وحجزنا حساتنا من لقاح أكسفورد اللي في يوكي نشتغل برضو مع أحد الشركات على لقاحين في المرحلة السريرية الثالثة وإحنا هنستلم الجرعات خلال الأسبوع ده ونعمل التجارب السريرية لمرحلة الثالثة في مصر على حق 15 ألف المبحوث منجرد إنه يتم إقراره ويتم إنتاجه وحنبدأ نوفره فإحنا فتحنا مع كل المصانع وكل الشركات اللي بتنتج الست لقاحات لدخل مرحلة الثالثة بحيث إن إحنا نكون مستعدين فور إقرار أحد اللقاحات إن إحنا ندخله مصر فورا أنا طبعاً بهني حضرتك بمناسبة يعني اختيار معليكي ضمن أكثر مئة سيدة مؤثرة في كارة أفريقيا من وكالة أفانس ميديا الحياة فنظم يعني حديثين عن أوجه التعاون القائمة والمستقبلية في كارة أفريقيا خصوصاً بعد وصول خمس طائرات مساعدات لدولة السودان الشركة دول الصحف أفريقيا دور مهمة جداً ولمبادرة سيادة الرئيس لهلاج مليون أفريقيا أثر كبير جداً دعم سيادة الرئيس السياسي للمرأة المصرية وتمكن المرأة المصرية سياسياً ده من أبرز الحاجات اللي خلت مصر ممكن تكون مؤهلة لحاجة زي كده إحنا بنشتغل في الدول الأفريقية كتير أنا لفت دول الأفريقية كتير جداً السنة اللي فاتت كنا في زيارة لجنوب السودان والسودان الأسبوع اللي فات استجابة مصر وسيادة الرئيس الفورية لإرسال معونات أغتية نتيجة الفيضان والسيول اللي في دولة السودان على مدى جسر طائر من خمس طائرات في أسبوع وإحنا عندنا التزام إنساني وسياسي واجتماعي مع أشققنا في السودان ومنعتبر أن احنا كلنا شعب واحد ومصير واحد برضو أشققنا في جنوب السودان والمركز الطبي المصري ومركز غسيل كلوي في جنوب السودان زائد مبادرة 100 مليون صحة وعلاج مليون أفريقي إحنا خلال الفترة الجاية هنمد السودان بعلاج 250 ألف سوداني من أدوية هلاج فيرسي والأجهزة المعملية للكشف عن المرض وتدريب الأشققنا في السودان طبعا مش عايزة أنسى الجسر الطبي والدعم للطبي لأشققنا في لبنان في المحنة اللي هم بيمروا بيها وكنا من أوائل الدول العالم اللي استجابت من غير من حتى أي نداء الحقيقة كان في استباقية من القيادة السياسية إن احنا ندعم أشققنا في السودان بطائرات محملة بجافة الاحتياجات والطبية والغذائية فدور مصر كبير جدا في المنطقة أو في أفريقيا وقيادة سيادة الرئيس للمنظومة الصحية وحرصه على المنظومة الصحية مش بس في مصر بل في أفريقيا خلت رئيس منظمة الصحة العالمية يشهد في اليوم العالمي الفيروسات الكابدية من أسبوعين بدور سيادة الرئيس وشخصيته القيادية قدر إن هو مش بس ينجح في بلده إن هو يخلي بلده بدعمه السياسي الكبير من فيروسي ولكن امتد عطائه لدول أفريقية تسعة دول أفريقية دلوقتي احنا منشتغل فيها لإخلاقهم من فيروسي ده كان له أثر سياسي كبير جدا في المنظمات الدولية المهتمة بالصحة فالحقيقة لمصر رائدة وعظيمة كل يوم بتتغير للأحسن وتحت القيادة السياسية احنا نقدر نشتغل ونأكد قوة مصر مش بس في مصر ولكن في العالم كل معي الوزيرة بشكرك شكرا جزيلا شكرا لحضرتك يا فندم شكرا لكم على مطابعة